اقولك اي حماتي اعودي هنا على جنب وانا عندي جوا كيكا 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 تقربت تتحرق بس ما تحرقتش يعني ولا حاجة بقى منها شوية حاجات كيكا من مبارح الولى عبدالله قاعد يأكلهم وتبقى منه شوية هاد كيكا يجيبهلك تكليههم بدر ما يترمه خسارة خسارة ايه يا ماهيتاب اللي انت عايزة جيبهولي اكله ده انت عايزة جيبهلي بواقب اللي قاعد يهرهد به وهلعب فيه اكله انا ومالو يعني هو في ايه مالو ده دقيق وسكر وزيت وبيض ايه ده حتى فيه خير ربنا اه رميه يعني ولا رميه لا لا يا اخت انا مش عايزة انا قتلك انا عايز اكل ولا عايزة حاجة انا قادة اتحرج على التلفزيون وساكت لا لا اخو ديكو ليه ماها خسارة يعني رميه الخسارة قال ما ترميه يا اختي هلو قوي دي اتجيبلي بقى اكل ابنها اللي كان بيلعب بيه اكل انا انت راحا فين كده يا حماتي مفيش يا بنت هادخل جوه القوضة كده افرد ضهر شويه اصلا ايما النهاردة منهم ضهر بيوجعني قوي مش عارفة ليه كده وريدليا مش قادر ادوس عليها بتوجعني قوي اه تفرد ضهرك على السرير طب مين هيكنس الارج ديت ويلمع الازاز انت عمليه يا حبيبتي ما انت شايفاني وعلى يدك بالليل ما نمتش ولا غمبت عناية قاعدة بالولا نازل زن زن وعيات مش راضي ينام خالص طب انا يا بنت بقولك مش قادر او تعبانة حتى من غير ما تطلوبي الحاجة انا قلتك ان انا تعبانة مش قادر اعمل ايه ضهر بيوجعني ما معلش اخد حتة حتة كده وكنسيها اصلا مش هينفع يعني محمد يجي من تحته ولاقي البيت مش نضيف كده يا بنت انا مش قادرة تعبانة تعبانة مش قادرة معلش معلش يا حماتي ايده على ايد تساعد انا ادخل بس ريح شوية كده وهو ما اشوف الغداء واعماله وانت تكون بقى كناسة الارض كده ولمعت الازاز حاضر حاضر يا بنتي يا ميادة دخلي ازايك يا ماما وحشان اي ابي اتطمن عليك وان في المهداب ادخل ادخلت دخلت جوا اندهالت تقعد معك لا لا يا ماما مت انتهلهاش ولا حاجة مالك شكلك كده مش عاجبني لا يا حبيبتنا زي الفل هو كويس لو الله شكلك تعبان ومرهب خالص لي كده فيش مفيش تعال تعيي حبيبتك عدد انت وحشاني اقول ياماما بس في ايه مالك هو انت اللي بتعمل حاجة هنا في البيت والمهتبة هي اللي بتعمل لا يا بنتي هي بتعمل كل حاجة امال يعني مش شايفة يعني بتعمل حاجة ومش موجودة ودخلت نام وانا شايفك كده عمات تنهاجي ومنتش قادر تاخد نفسك مش بطبيعتك يعني انت بتعملش كده ما يكون جايلك في بيتك وولاك كنت بتكنسي ولا حاجة لكن هنا قادة في البيت بتنهاجي ليه بس يا ماما الحقيقة بس اقولي مفيش يا بنتي هي قلت ان هي تدخل تنام عشان الولا ما نايمهاش مبارح وقالت لي كنس الأرض يعني ومسح الترابيزة نعم انت اللي تعمل الحاجات دي وهي تدخل تنام ليه ان شاء الله فتركي خدمة عندها ولا حاجة يا بنت انا مش عايزة مشاكل مش عايزة اخوكي بيته يتضر ولا يحصل فيه حاجة انا سكنت واستحملت عشان خاطر بيت اخوكي انا ميش دعوة الوقت يا ماما بخوي انا ميش دعوة دلوقت غير بالستة هلن الولايمة جوا ديت وبتشخر وسايبك انت عدب بتمسح وتكنسي عشان ان شاء الله نعم نعم يا ست ميادة عايزة وبتعلى صوتك في بيتك كده ليه ازاي يعني تخلي ماما هي تمسح وتكنس الارض يعني ليه ان شاء الله كنت اشترتيها ولا اشترتيها والمشكلة يعني مامتك تساعدني في حاجة في البيت ما هقعدة معاي وانا ما هقوم منهم هعملي الغد المشكلة يعني ما تكنس الارض وتمسح الازاز لا مشكلة طبعة ماما بتعملش حاجة وما تيجي تقعد هنا في بيت اخويا الكل يعمل لها وما هي ما تعملش اي حاجة خلاص يا ست جات على تنس الارض يعني خلاص يا تنت ما تبيش تكنسي حاجة ارتحتي يا ست ميادة كده ارتحتي يا حبيبتي عشان امي هنا مش جاية خدامة عشان لو مامتك كانت مكان امي ما كنتش اعترض ان مامتك تكنسلك في بيتك مش تجيب حاماتك يا تكنسلك والله وجهات نظر بس انت حر عمتا لو هي مشكلة يعني بالنسبالك خلاص ما انا قلت لها ما تعملش حاجة ارتحتي خلاص يا ميادة بقى ما تعملش مشكلة خلاص دي بقى ده ومعندها شريحة الدم والله ما تداقي نفسك بقى انا اصلا النهاردة همشي اخر النهار خلاص انا كنت جيت مبارح يعني قلت ريح من السل مش هقدر انزل واطلع في نفسي اليوم قلت بات ومشي النهاردة وانا كده كده يعني ماشي خلاص اتعالي معي انا روحك البيت وهجيب لي الغدى واحنا ماشيين كمان جاهز تكليف البيت عندك معززة مكرمة وما تقعدش هنا وانا ليه تصرف تاني مع اخويا لا 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 مش عايزة اخوكي يوصل له اي حاجة عشان خطري انا مش عايزة مشاكل مش عايزة اتخانق مع امراض عشان خطري يا ميادة ماشي يا ماما تب تعالي بقى اروحك يلا تعالي حاضر يا بنت هنزل معاك يلا مش عايزة اقوله يا بنت ان احنا نازلين لا ما تعبرهاش يلا هي حرة ما ادخل اكمل نومي ايه ده ماما ماما وسهة اه يا حبيبتي قولت بقى اعمل هالك مفاجأة واجعد معاك شوية انا واختك ونقضي اليوم معاك ما اتكلمتنش لي يا ماما قبل ما تيجي ليه يا حبيبتي هو انت خارجة ولا حاجة ايه المشكلة يعني يا حبيبتي احنا حبينا نعمل هالك مفاجأة يعني ونجي نقضي معاك اليوم لا مش هينفع النهاردة الصراحة ليه يا حبيبتي في حاجة اه اه اهل جزء كلهم جايين اخوه ومراته وعياله واخته وجزهة وحماتي وحماية كلهم جايين عند النهاردة وانت عارفة بقى الفشخرة اللي هم فيها انت عارفة يعني المستوى بتاعهم عالي او 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 يعني ما كنت كمان لسه هدخل اغير والبس بقى الدهب والحاجة بتاعتي عشان خلاص على وصول طب ان ندخل نقض في القدر اللي جوه علما هم يخلصوا قعدتهم معاك لا لا مش هينفع تدخل فين يعني يا ماما مما انت عارفة العيال هيدخل في كل القوض وهيشوفوك وبصراحة الجلاليب والعبات اللي انتوا لابسينها دي حاجة ما تشرفش خالص يعني طب ايه رايك تجي بيليه دم من عندك اه قلبسها يعني وقابلهم بيها وانت عارفة على الاسلوب كويس وطريقة كويسة في الكلام اه اختك هتشرفك ببتاع عرف تتكلم طريقتها في الكلام حلو وهو انا برضو هشرفك والله ومش هقلل منك ولا حاجة لا 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 يا ماما معلش خلكوا في يوم تاني وبعدين قبل ما تيجوا بكلموني اقول لكم اش كنت ينفع عابلكو يعني ولا لا انت عارفة ان هما بيجولي على طول واختو بصراحة لو شافتكو باللبس اللي انتوا لابسينه ده هتعطي التاريق عليكم في وسط القاعدة وانا هبقى محرجة ومكشفها في صراحة طب ماختك اقيتلك حل حلوة هوب اديها حاجة من عندك تلبسها وتشرفت كده قدام اهلك يعني ونسايبك يا سلام ده انتوا تفضحونك كده اكتر وبزيادة يعني جوزي اصلا عارف لبسي كله اما يشوف اختي وهي لبسة اللبس بتاعي يقول لي ايه ما عندكوش لبسه جاي انت لبسه لبسي بص يا ماما انا ان شاء الله باذن الله يومين كده ولا حاجة افض نفسي واجه اعود معاكم وقض اليوم كمان يا ستي بس ما تبيش بقى كل شوية تجيلي كده يا ماما وتطب علي فجأة كده انت عارفة انا مش بحب الزيادات الفجأة ده يا حبيبت انت وحشاني اقلت اجا بص عليك واشوفك وقعد معاك انا واختك انا مش فهم انت بكبر الموضوع ليه وبعدين يا حبيبت ما جوزك عارفنا وعارف مستوانا يعني يعني هنخبع ليه ايه يا حبيبتي بصراحة انا الموضوع مش موضوع جوزه بس كمان يعني انت شايف الحي اللي انا سكنة فيه والمكان اللي انا سكنة فيه والبرج الشكله عامل ازاي وكل اللي نازل ولطالة البواب اللي تحت شايفه وعارف دول طلعيني مين ونزبين من عندي مين ونعرك هي وصلت للدرجات دي لا يا حبيبت قطر خيرك قطر خيرك قطر خيرك قوي على الاستقبال الحلو اللي انت بتستقبلي لامك واختك مش عارفة اقول لك ايه بصراحة بس عاملتا يا حبيبت عايزة تجيني البيت عالي مش عايزة برضو متجينيش براحتك بس بكرة الايام هتلف وهتدور وهتجي تبوس رجلي وهتعتذريلي وهقولك مش قبل اعتذارك يلا يا بيت يلا احنا غلطانين ان احنا جينا قال ولو حشيتني وقلبي كلني عليها وعايزة شوفها انا غلطانة ده انا هدوش على قلبي بالجزمة ما معلش يا ماما الولا بس النسايب اللي هيجي دول كنت اترك تعالي وادخل وعودي لا يا حبيبتي متشكلة خلوهم ينفعوكي مع السلامة يا ماما مع السلامة مع السلامة يا اختي اعمل اي يعني انا كان لازم اعمل كده الوقت هتلاقي حماتي طلعة وكل غوشة عمالة عمالة ترني بهم وطلع على السلالة وبانتهى نفس النظام ومرات ابنها ايجوا يشوف بقى ام واختي هم لابسين اللبس بتاعهم ده عشان يبقوا عامل بقى التريعة كلها بتاعتهم ام واختي مش كفاء البواب ومراته والسكان الساكنين في العمارة اللي طلعوا معهم اكيد في القصنصير يشوفهم كده بالنبس اللي هم لابسينه جايب دحون ويعرون دول او في الاخر بقى هتعمل نفسها مأموسة وزعلانة يا باي اه يا فاضي يا بقى عده صالح دي وده دف دي بقى هم عارفين المستوى اللي جوزي فيه اه ازاي يعني يقولوا بالشكل ده في المكان ده ما يستأذنوا اول قبل ما يجوا بعد كا يلبسوا حاجة عيد لو هم جايين اهي صوت العربيات تحت اهي واصلوا كلهم كل واحد راكب عربية قد كده يا طلها يا عارضاه يارب بقى ما يشوفهم في الاسنصير هم نازلين مالحة قلبس انا كمان والبس حاجة عيد لكده يلا